سؤال تكرر كثيراً عن حكم تداول الأسهم في البرصة الأمريكية اللي أصل عملها حلال وقلنا للسائل الكريم ونكرر أن مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا له قرار حول هذه القضية نسوخه بنصه لاستثمار في سوق الأسهم سواء كانت الشركات محلية أم عالمية أم نفس الشركة التي يعمل بها يكون مشروعاً بالضوابط الأل الآتية تجنب الاستثمار في المجالات المحرمة والمشبوهة كالبنوك التجارية التي تتعامل بالربا والسندات الحكومية وشركات التأمين والإعلام الهابط وشركات بيع التبخ والخمور ومصانعها أو محل القمار والأندية الليلية أو شركات بيع المحرمة من الأغزية والأدوية ونحوها مراعاة ضوابة المساهمة في الشركات المختلطة التي فيها حلال وفحرام ما هي ضوابة المساهمة في هذه الشركات؟ قال أولاً كون أصل نشاط الشركة في أغراض مباحة زراعي، تجاري، صناعي، تقني كون نسبة المعامات المحرمة يسيرة وإلى الحد الأدنى الممكن بالنسبة لإجمال نشاط الشركة سواء المصرفات أو القروض أو الإيرادات أو الاستثمارات من التقديرات الاجتهادية التي اقترحتها بعض جهات الرقابة الشرعية ألا تزيد المصرفات المحرمة عن 5% من مصرفات الشركة ألا تزيد القروض التي على الشركة بفوائدها عن 30% من إجمال المطلوبات ألا تزيد الإيرادات المحرمة على 5% من إيرادات الشركة ألا تزيد الاستثمارات ذات الإيرادات المحرمة على 30% من إجمال الموجودات وهذه نسبة تقريبية اجتهادية أخيرا تطهير الأرباح التي يتسلمها من الشركة بالتخلص من نسبة الإيرادات اليسيرة المحرمة